اه فعملنا مجموعة كويسة جي بقى اللي دخل على اللي حبيبنا في الكورة اكتر كابتن حمد الشرقاوي الله يرحمه ده ده اقول لناش بال اه ده بقى يعني زي كان الكابتن مصابه حسين عندنا بالضبط كده اه بس يعني الكابتن حمد الشرقاوي ده مش عايز اقولك كان مش عايز اقولك ايه انا مش عايف اقولي ايه وتولانا حاجة يعني ويلف في كل مصر وكلها اه والله وحببنا في اللعب وحببنا في النادي وعرفنا عن ايه نادي الزماني وتحترم الفانيليته ازاي وتحترم النادي بتاعك ازاي وتحترم الخصم ازاي وامتى تبقى الراحة الرياضية بقى بالضبط كده اه علمنا حاجات انا تعلمت منه كتير احنا افتقدنا الناس دي دلوقتي والله فعلا انا الكابتن حمد الشرقاوي كابتن عالي شرف وطبعا قابلهم الكابتن شب الفار ولا ده كان فيه ناس كتير جدا ده انا بصراحة الناس دي على راسي طبعا تدركت بقى من الناشئين لحد 18 سنة وفيه 20 سنة طبعا مدرس 14 سنة وعدين 16 18 20 بس انا بقى يعني ايه كنا بنلعب عنده فيه وقت ايه كابتن من الصفة وانت يمكن يمكن كت ايه كنا بنلعب 3 مسافات في اليوم الواحد ساعة 10 ساعة 10 ساعة واحدة والساعة 3 كنا بنلعب 16 سنة فرقتنا اه واخدوا بقى مننا البعض مننا اللي يلعب مع الثمنتاشر ايوه بساعة واحدة اه وبعدين ممكن ناخدونا كمان نلعب مع العشرين سنة فقنا بنلعب 3 متشات في اليوم 3 متشات اه اه مكناش بنحس باي حاجة والزبدة والقشطة والجبنة وعملنا بقى سنة وتشات وكبات العدسة كده جلاسة او شوب اللبن احنا عندنا بذلك كان لبن انت عندكوا عدسة في فقرة شوية لاب انا قلتلك الاثنين طيب لا في الاخر اللبن انا جب لابا انت مش عدي مفيش حاجة تعديها ابن لا مش عديها بصان انا بقول لك عشان بردو السنة مشاريه بعرفين النادي الزامريكا عرصنا من فوق طبعا عشان نتكلم طبعا فكانوا بعملونا الحاجات دي طبعا بدأنا نتدرك بدأنا نلعب بقى زي ما قلتلك انا بس جب طبعا في الوقت ده كنا لعبنا نلعبنا مثلا اخترنا الفري الاول في سن صغير جيه